احتفالاً بالذكرى الرابعة لانتخاب البابا فرانسيس واعتلائه السدة الباباوية أقامت سفارة الفاتيكان بعمان قدساً إلهياً في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصويفية احتفالاً بهذه المناسبة حيث ترأس المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القدسة بحضور السفير الباباوي لدى الأردني والعراق المونسينيور ألبيرتو أورتيجا مارتين والمنسينيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة الباباوية بعمان والمطران إلي حداد المدبر الرسولي لأبرشية بيترا وفلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك والمطران مارون اللحام والمطران سليم الصايغ ولفيف من الأباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الرسولية المختلفة ورهبان وراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وعدد من السفراء وشخصيات رسمية وجموع من المؤمنين وفي عذة القداس تحدث المطران الشوملي قائلا إن حبرية البابا فرانسيس ركزت في أولوياتها على الرحمة وخدمة الفقير وأضف أن الإصلاحات التي قام بها قداسته لاقت ثمارها ووضعت الكنيسة في المسار الصحيح شكراً الله على الراعي الكبير للكنيسة الكاثوليكية قداست البابا فرانسيس ودعياً له بالصحة والقوة والعافية وإذا أردنا أن نختصر حبرية البابا فرانسيس يمكن القول بأنه ركز على أولوية الرحمة وخدمة الفقير وضرورة الفرح وعلى الطابع السينودالي أو التشارك للكنيسة والحاجة إلى تجديدها وإصلاحها من الداخل ونقدر أن نقول بأن إصلاحاته بدأت تثمر لأنها وضعت الكنيسة على المصار الصحيح وفي ختام القدس الإلهي ألقى المونسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتين كلمة شكر فيها جميع المشاركين في الذبيحة الإلهية معبراً عن المشاعر التي يكنها البابا فرانسيس للأراضي المقدسة وبلدان الشرق الأوسط عامة كما أقيم أيضاً حفل استقبال في قاعة الكنيسة قدم فيها الحاضرون التهاني لأصحاب السيادة الأساقفة بهذه المناسبة المباركة باسم الشعب الأردني باسم مسيحية الأردن نتوجه إلى قداسة البابا بعميق محبتنا ومشاعرنا وصلاتنا طالبين له عمراً مديداً وثماراً كثيراً في خدمته ورعايته لشعب الله قداسة البابا كل سنة أنت سالم ربنا يعطيك الصحة يعطيك القوة حتى تستطيع أن تكمل رسالتك في العالم كله كلياتنا من حبك وكلياتنا من صلي من أجلك حتى أن رسالتك تثمر في العالم أجمع قدر البابا فرانسيس عكس وجه الله الرحيم من خلال سنة الرحمة من خلال رسالتين كتبهم فرح الإنجيل وفرح الحب قدر عطى وجه جديد للكنيسة اللي كانت بعيدة نسبياً عن العالم وخصوصاً عن الشباب اربط من الشباب أكتر طبعاً منوجه التهاني لقداسة البابا وهذه مناسبة عزيزة علينا وعزيزة على كل المسيحيين قداسة البابا اللي غير أسلوب الكنيسة بطواضعه بمنهجه الجديد أدى لتغيير كتير بالأمور الكنيسية نبارك للكنيسة جميعنا خلف البابا وخلف الكنيسة ونبارك لهم باسمي وبنيابا عن جميع الموجودين في هذا الوطن نبارك لقداسة البابا أربع سنوات على رأس الكنيسة الكثاليكية